بمشاركة الرئيس الأمريكي وتسعة من القادة العرب اختتمت أعمال قمة جدة للأمن والتنمية وقد نوقشت مواضيع حيوية على طاولة القمة تهم المنطقة والعالم ملفات عديدة طرحت في القمة في مقدمتها احتواء إيران وبرنامجها النووي وتمددها في المنطقة وضبط أسعار النفط وملف الأمن الغذائي الذي يهدد دولاً عربية بالإضافة إلى ملف القضية الفلسطينية وأمن الطاقة العالمي والممرات المائية جو بايدن الأعلى صوته جاء من واشنطن محملاً بحسابات جيوسياسية تصدرها نفوذ إيران وفي أول زيارة له للشرق الأوسط بعد توليه الرئاسة جدد تعهد بلاده بالوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة وأعلنها صراحة لن ننسحب ونترك فراغاً تملأه روسيا أو الصين أو إيران رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعلى الرغم من أصوات التشويه التي تعالت قبل مشاركته وضع على طاولة زعماء القمة مقترحاً لإنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل لتمويل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار تغير المناخ